دكتور مصدق إذن الجدل حول القانون تعدى دوائر صنع القرار الحزبية ومجلس القضاء إلى وسائل التواصل إلى الأرض إلى المنظمات المهتمة بالأسرة والطفل بداية نسأل عن الدوافع التي تقفر هذا الإصرار على إصدار القانون نعم السلام عليكم تحية لك ولمشاهديك الكرام فيما يتعلق بقانون الأحوال الشخصية رقم 188 للسنة 1959 فأن هذا القانون فيه الكثير من المخالفات الدستورية والشرعية وكانت أول بدايات الاعتراض عام 1959 من قبل السيد محسن الحكيم وبعد سقوط النظام السياسي 2000 وتشكيل مجلس حكم قام السيد عبد العزيز الحكيم رحمه الله بإصدار قرار مجلس حكم 137 الذي ألغى قانون الأحوال الشخصية لهذا اليوم قانون الأحوال الشخصية حقيقة المطروح للتعديل داخل أروقة مجلس نواب يجيء تطبيقا لحرية العراقي في اختيار أحوال الشخصية وفق الدين أو المذهب أو المعتقد أو الاختيار وينظم ذلك بقانون لهذا حرية الاختيار الأحوال الشخصية سوف لن تستمر في العراق مكتوبة وفق ما كتبه الشيوعيين عام 1959 وبإمكان المعترضين من النساء أو الرجال أو غيرهم أن يستمروا في تطبيق قانون الأحوال الشخصية لأن المقترح الخاص بتعديل قانون الأحوال الشخصية لا يتضمن الغاء لقانون الأحوال الشخصية نجد عشرات المواضع تخالف القرآن أبسط شيء تعدد الزوجات ما موجود بالقرآن ولا بسنة النبي ولا المأثور من أهل البيت أن الشخص الذي يريجي الزوج يجب أن يأخذ استحصال إذن من القاضي أو موافقة الزوجة وبخلافه يحبس داخل السجن المسألة الثانية عدم السماح للطفل بالمبيت عند والده بوفق المادة 57 المسألة الثالثة توريث الحفيد مباشرة من الجد رغم وفاة الأب أو الأم قبل وفاة الجد فبالتالي عشرات المسائل مخالفة للدستور العراقي وللأحكام الشرعية وباعتبر أن الإسلام دين الدولة الرسمية هؤلاء المدنيين الذين يتظاهرون ليس بإمكانهم أن يصادروا حق الأغلبية إذن أنت تقول دكتور مصدق أن هذه التعديلات وإن تمت ليست ملزمة للجميع وبإمكان من يريد هذه التعديلات أن يطبقها ومن لا يريدها أن يتلافى هذه التعديلات لكن قد يقول البعض أن هذه التعديلات في وجوانب معينة تمثل أطفال خاصة فيما يتعلق بسن الزواج كيف تعلق على ذلك؟ نعم مقترح تعديل القارن حقيقة لم يتضمن أي سن لعمر الفتاة أو الطفل ولهذا حقيقة إذا كانوا المدنيين المعترضون على السن فإننا نطمئنهم بأننا سنتكلم مع الدكتور الرائد ومع السيد محسن المندل أو مع جميع النواب لكي يضعوا نص يمنع زواج من لم يكمل الخامس عشر من عمره سواء خارج المحكمة أو داخل المحكمة لهذا اليوم حقيقة هذه الاتهامات التي أثيرت هي مجرد زوبة إعلامية سن التسع سنوات حتى هو زوبعة إعلامية دكتور مصدق فيما يتعلق بسن الزواج لا يوجد في مقترح القانون نص يقول تسع سنوات وفي حال اتهام هؤلاء المدنيين بهذا الأمر الغير موجود في مقترح القانون سنوفر لهم ضمانة ونورد نصا صريحا بمنع زواج كل من لم يكمل الخامس عشر من عمره ربما لم يذكر سن التسع سنوات ربما ذكر السن الشرعي أو عبارة خلافا تطابق ذلك وفسرت بهذا الإطار طيب اليوم يوجد نعم اليوم دكتور مصدق يوجد مخاوف في الشارع لا يمكن إنكارها بشأن التداعيات السياسية والاجتماعية لهذا التعديل انتم بطبيعة الحال كيف يمكن تهدئة مخاوف هؤلاء من وجهة نظارك حقيقة التهدئة هي واضحة النص الدستوري من يقول الدين أو المذهب أو الاختيار يا أخي أنت الشخص المتخوف من تطبيق الشيعي أو الحنفي أو الشافعي أو الحنبلي لأحكام الشرعية نحن المادة 29 من الدستور واضحة تقول الأسرة أساس المجتمع وتحافظ الدولة على قيمها الدينية والأخلاقية والوطنية ما جابت شيء اسم المدنية فبالتالي اليوم المتخوفين بإمكانهم أن يستمروا في تطبيق قانون الأحوال لأن الاتفاق منصوص عليه ضمن الخيارات اختيار الأحوال الشخصية مع العرض هذه الزوبة الإعلامية حقيقة نعتقد أنها بسبب عدم الرغبة عدم الرغبة في استمرار حالات الطلاق اللي وصلت عشر تالاف حالة طلاق شهريا وهذا الأمر كارثة حمراء تنظر المجتمع العراقي اليوم إذا تم إعادة النظر به القانون الأحوال الشخصية وفق المذهب المرأة التي تريد تطلق رح ما إله بعد طلاق تعسف سنتيا المرأة تريد تطلق بعد ما إله حق الزوجة المطلقة في ثلاثة سنين المرأة تريد تطلق سن الحضانة سبع سنوات وفق المذهبين الحنفي والجعفري وليس تسع سنوات وقابلة للزيادة 15 اليوم التعديل الغرض منه تحقيق العدالة والمساواة بين الرجل والمرأة لأنه لا يوجد نص شرعي أو إنساني يحرم الرجل من أن يبيت الطفل معه وقانون الأحوال الشخصية 188 يمنع الأب من أن يبات طفلة معه الخبير القانوني الدكتور مصدق عادل من بغداد شكرا لك